بصوا بقى الناس هيا بتبص للنادي الاهلي تبص له من الكلمتين اللي قالهم الفنان محمد صبحي واللي الحقيقة استقبله والمهندس عدل القيعي بمنتهى الحماس والغيرة ولقيته بيكلمني على الفور سماءة محمد صبحي كان بيقول كذا وكان فريق الاعداد مشكورا زملنا شادي صبري حقيقة هشكوره جدا يعني قدر يحطي ايده على هذا الفيديو بهذه العبارات المفسرة من الفنان محمد صبحي لكيمة النادي الاهلي ولاختلاف النادي الاهلي فكرة ان احنا ولاد النهاردة دي مش في النادي الاهلي احنا مش ولاد النهاردة احنا اسياد النهاردة لكن احنا اسياد الماضي واسياد التاريخ وصنع الحضارة احنا كنادي اهلي احنا كمصر احنا كقيمة يمتد جوهرها البطولي المتميز من هذا الجزر الطويل جدا جدا بتتكلموا على نادي من 111 سنة أضاء هذا المحيط وهذا الإقليم وهذه المنطقة بمعاني ومبادئ وقيم رياضية بتتكلموا على كيان من طلعته أرثى مبادئه أي حد هيقول ما فيش حاجة اسمها مبادئ ما بيحبش النادي الأهلي ما بيحبش حاجة قيمة كبيرة في مصر من الآخر لأنه يعني إيه مبادئ بصوا الفنان محمد صبح قال إيه قيمة المجتمعات الناهضة القوية المتميزة لما بتنتقل من حقبة لحقبة بتنتقل بثقافتها وبالعمق بتاعها اللي بيفصر ويسند اللي جاي أنتم متخيلين لو حد جديد تواجد في منطقة أول مرة يتواجد فيها خلفيته عنها زيره منتظر منه إيه لكن حد عنده هذا التجزر وعنده هذا السند وعنده هذا الإرس الحضاري الكبير اللي فنان مصقف زي محمد صبح قال بينتقل معاه جيلا بعد جيل وحقبة بعد حقبة وزمن بعد زمن فيخليه دايما وأبدا ظهره مسنود جامد مش ظهره مكشوف الأهلي مش ولاد النهاردة آه الأهلي من أسياد النهاردة وأسياد الماضي ولولا كان له هذا الماضي العظيم لولا قدر يستمر بطل حتى النهاردة فكرة أنك أنت حتى لما بنتكلم على المبادئ أنه كل العظماء اللي بينوا النادي الأهلي شايفين دول كانوا نبلاء هذا العصر وعظماءه كان رواد الحركة الوطنية كانوا اللي بيدافع عن استقلال مصر وبالتالي استقلال المنطقة العربية كلها كل دول اللي كانوا مش على الحضارة الحقيقي في مصر والأمة العربية دول رموز النادي الأهلي اللي بطل من أبطالهم ورمز من رموز الحركة الوطنية عبدالخالق باشا سروت أحد رؤساء النادي الأهلي ومؤسسيه عايزين تعرفوا يعني إيه مبدأ ويعني إيه مبادئ الأهلي للناس اللي ما بتفهمش حاجة تعرف عبدالخالق باشا سروت وهو بيحتفل بنشأة النادي الأهلي وهو رئيس النادي هو رئيس النادي في ختمة عمال الجمعية العمومية ما نسبش حاجة لنفسه اللي عايزين يفهمه يعني إيه مبادئ الأهلي الناس اللي بتقول مفيش حاجة اسمها المكان مفيش مكان له مبادئ لو النبي بلاش جاهل ده كيان بقمته بحضرته بمبادئ اللي نشأت اللي نشأت نشأت معاه إن أنتوا تلاقوا المبدأ الأول إنكار الزات وتقديم الفضل لصحب الفضل ومفيش حد بيقفز على حق من سبقوه حفظ الحقوق لمن سبق كان من أهم المبادئ لدى مؤسس النادي الأهلي وعوزمائه بقول لكم الموقف الأول لعبدالخالق باشا سروت عشان لما ييجي دلوقتي الرئيس النادي الأهلي كابتر محمود الخطيب في حفل التكريم الأخير للأبطال الرياضيين يقول وهو بيكرم الأبطال الفائزين بهذه البطولات يقول وأن أشكر المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق ومجلس إدارته لأنهما كانوا شركاء فيما تحقق من إنجاز لأن هذا الموسم المنقضي البطولات اللي هي 296 بطولة تقريبا دي قيمة من قيم النادي الأهلي بالضبط هي ديئة اللي هتفصل لنا هقوله لكم الخطيب يشكر محمود طاهر ويقول مجلس إدارة الأهل السابق شارك في هذا الإنجاز لأنه اشتغل نص موسم اشتغل لغاية نهاية نوفمبر لحين إجراء الانتخابات لا وكون فرق ما فيش حد بيشتغل من فراغ بالضبط هو ده النادي الأهلي يا جماعة اللي هو التالي بيحفظ السابق ويحتفظ له بهذا الفضل شوفوا اللي بيقوله محمود الخطيب ما اختلفش عن عبدالخالق باشا سروت واللي قاله قبل كده المهندس محمود طاهر ما اختلفش عن الكابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم ولا يجب أن يختلف ولما يختلف هنقول لا هذا السلوك لا ينم عن مبادئ النادي الأهلي لكن